خلاص فده الجزء الاولان اه ده جزء هايل اه اه يعني دلوقتي احنا محنا يا سيد المشاهدين بس انا بحاول اقرب الكلام انه دلوقتي دولي بين قصين اللي بتسموا هواي مزبوط اه دولي بتسموا هواي فانت كلعب هاوي في كرة السلة بس لو عندك فرصة تلعب في مدرستك في ملك الشباب او خلافه انا لو انا فاهم صح فانت ممكن تشوفه مزبوط مزبوط كريم اه معلش لو انا ببسط الامور اوي للا بالعكس بس كمان السادة مشاهدين يفهمه اوي يعني يعني مثلا ممكن اكون انا ابني بيحب كرة السلة بس مش موجود في نادي فهو يسألني لما راح يقول لي طب انا كده عندي فرصة بقى موجود او يبقى حد يبص علي في المكتب في ام بي اف مصر انا بقولها ببساطة يعني بص في مشكلة حقيقية دلوقتي ان عندي اياه كتير جدا لا تسمح بالنضمام لعبين من خارج اعضاء النادي اه دي مشكلة كبيرة خلاص وبالتالي الانتقاء او الاختيار بقى محصور في الجيل اللي موجود لابناء اعضاء النادي في هذه المرحلة السنية خلاص فممكن تلاقي جيل فيه طفرة وممكن تلاقي جيل مفيش اي حاجة مميزة فيه صح انت بتشتغل على قاعدة صغيرة مش قاعدة كبيرة بالضبط نمرة اتنين فيه ناس كتيرة ممكن اقولك قصة كده سمير جودة من اعظم لعبي كرة السلة في نظري انا في مصر نادي الزمالك اكتشفه كان ماشي في الشارع في بورسعيد عنده 17-18 سنة كانش بلعب حت سمير شافتوله بس انا شايف ان سمير من اعظم لعبي الارتكاز في مصر وصل ان هو عمل في فونيكس سانس في انبي فانت اذا في مواهب او في عناصر بس عايزة العين عايزة اللي بنور عليه سكانيج تعمل تعمل سكاوتينج وتشوف تقدر تطلع اعتقد ان مصر فيها عناصر مميزة كتير جدا تقدر توصل لناها تلعب في الدوري الامبي اي هدف من اهدافنا برضو انا عايز محمد صلاح بس في الامبي اي يعني انت تتخيل الشعب المصري بعد عدم وجود محمد صلاح في الليفربول هل هتتم المتابعة زي دلوقتي؟ لا طبع فانا عايز محمد صلاح يروح يلعب في الامبي اي حلاء المتابعة اوتوماتيك لي زادت للامبي اي صح بس كده بقى زادت اللعبة نفسها مش بس كورة السل امريكية او زادت اللعبة كورة السل طبع وده الانت ده هدف اصلا للفكرة انه اللعبة نفسها تزيد الشعبية بالمصر في القرى الافريقية بالضبط كده طيب برضو هاخش معك في تفاصيل اكتر ايه بقى لية العمل؟ يعني هتروح تبص ازاي على الاطفال في المدارس هل الوقت اتكلمت مع مثلا وزير التربية والتعليم انك يبقى المدارس ترجع تاني ملاعب كورة السلة عشان فيه مدارس كتير الوقت يبقى اصلا ملاعب كورة السلة هل هتبص في ملاك الشباب فاتكلمت مع وزير الشباب والرياضة يعني انت حرقاتك ايه في مصر حاليا عشان توصل للي انت عايزه دوت انك تروح للمواهب الحقيقية اللي مش بس المجرد اللي موجودة في الاندال بص هو يعني بالفعل السنة اللي فاتت تم توقيع تفايا م او يو مذكر التفاهم بين الام بي ايه التوقيع كان من مارك تيتم اللي هو النائب رئيس المفاوضية نائب رئيس الرابطة مع معالي الوزير الدكتورة شرف صبحي على تفعيل دوري المدارس اللي احنا نطلق عليه جونير ايه وحصل ابتدينا نفعل وحصل تواصل بين المكتب او بيني وبين السادة في وزارة الشباب ورياضة عشان نشوف موضوع مراكز الشباب من ناحية تانية في تواصل مع وزارة التربية والتعليم عشان نشوف هل هنقدر نعمل الكلام ده في القطاع الحكومي والمدارس الحكومية ولا لا لان احنا عندنا من ناحية تانية بعض المستثمرين المهتمين جدا بمشاركة NBA في مصر ان احنا نعمل دوري المدارس ده على مستويات مختلفة او في اماكن مختلفة او في محافظات مختلفة فانا شغال قطاع حكومي مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب ورياضة وشغال مع بعض المطورين العقريين وبعض المستثمرين وبعض الرعاة عشان نعمل المشروع ده فيها بص احنا بالنسبة لنا لازم ثلاث مكاسب مكسب للراجل شغال معايا ومكسب للنبي ايه والاهم مكسب لمصر وانت لو مصر ما كسبتش انت جاية تعمل ايه فانت عايز تطلع ثلاث مكاسب ده ايه لو وصلنا للمعادلة دي قدرنا نحققها اعتقد ان احنا مصر كلها رايحة في حتة تانية وكرة تانية اشتركوا في القناة